اشتركوا في القناة وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة في مصر وفقاً لأعلى المعايير العالمية معرباً سيادته عن تطلعه لمواصلة الشركة نشاطها في مجال البحث والتنقيب والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة وموجهاً سيادته بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها من جانبه أعرب رئيس شركة إني عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مؤكداً على ما تمثله مصر من أحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر لسيما في ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوي وقد استعرض السيد ديسكالزي تطورات المشروعات المتعددة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر وذلك بالتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية والشركات المصرية المختلفة خاصة ما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي في مصر وكذا تصدير الغاز المسال بالاعتماد على محطات الإسالة في كل من إتكو وضميات والتين تعملان بكامل كفاءتهما حالياً وهو القطاع الذي حققت فيه مصر طفرة كبيرة وأصبح لها مكانة محورية في منطقة البحر المتوسط وذلك في إطار رؤية مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة كما تم أيضاً عرض إسهامات شركة إيني في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة ما يتعلق بإنتاج الهايدروجين الأخضر وذلك في ضوء استضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ اشتركوا في القناة